حل بعد ما كبت الناصر يخلص تمام لابد يا زصام من رابطة الدية محترفة الله عليك كبت الناصر ولديك ما يشبه دراسة الدراسة تعالى بس هنأخد بعض النمازك مش كل النمازك فضل يعني أخد من برامدز رمضان صبح رمضان صبح رمضان صبحي بدايته في 2016 دات الاحتراف تصد الاحتراف بتاعه كان في 2017 تمام تمام رمضان صبحي كانت قيمته التسويقية أول ما بدأ لا تتعدى المليون ونص أو الاثنين مليون دولار اه وصل لتلاتة واثنين من عشر تلاتة واثنين من عشر مليون يورو قبل ما ييجي برامدز مباشرة يعني ده الكلام ده قبل ما ييجي من ترانسفير ماركت اه تمام وصل في برامدز وده بقى غريب اللي اللاعب ده بتلاتة واثنين من عشر مليون يورو ييجي برامدز يبقى باربعة ونص أربعة ونص مليون يورو في ترانسفير ماركت ولا ما دفع فيه ما دفع فيه ما دفع فيه بالفعل وهو ذات نفس وياخد 40 مليون سنوية تجربة رمضان صبحي تجربة نكحة لأن رمضان صبحي طالما زاد المبلغ كده يبقى تجربة نكحة ذات في ترانسفير ماركت ولا بقى شاري نادي بيرامتز بيرامتز اشتراب 4.5 مليون يورو بس هو كانت قمة التسوقية 3.2 مليون يورو إذن النادي بتاع بيرامتز دفع أوفر المبلغ الجزء الفرق بين 3 ويه لأربع ويه بس لازم الناس تفهم اللي فيه لاعب لما يبقى جاي من برا جاي من استوك استوك الفريق كان بنعم فيه استوك وعندك الفريق التاني اللي كان موجود في انجلترا اللاعب ده بقى له قيمة تسوقية محددة من هيدريسفيلد لا استوك بأول البداية أول البداية بتاعته اللاعب رمضان صبحي طالما زاد المبلغ هو كده قيمة التسوقية اللي كانت محددة برا تمام نيجي بقى مثال تاني برضو داخلي ساسي ب2.5 مليون يورو 2.5 مليون يورو يعني ساسي ايه بقى اللي هيعمله رمضان وهيعمله ساسي وناخد معهم بن شرقي 2 مليون يورو التلاتة دول نيجي نقول ليه اللاعب بيدفع فيه المبلغ دي كلها عشان بطولة دوري كاس بطولة افريقيا احراج الهداب كونفدرالية الكلام ده كلهم مشاركات والسن بتاعه يعني رمضان مثلا ما هو دي سبعة وتسعين ساسي اتنين وتسعين بن شرقي اربعة وتسعين فهتلاقي برضو دي لها دور القيمة التسوقية عندنا في دول هي ما حققتش المرجو مني في التلاتة دول تعالى قررلك بقى بالنسبة لم توضع لها مقاييس النتيجة بتاعت رمضان الصبحي الى الان بترجع للبطولات اللي رمي عليها الرقم ايو برمز سفر بطولات زي وديك لها مثلا يعني عندك ساسي وبين شرقي ما يحترمك كامل اللي بقدموه النهاردة الآن الزمانك بيلعب دوري هو اول مؤقت وبيلعب بطولة افريقيا عنده نقطتين اقصى تقدير ربنا يكرم الزمانك يوصل لتمانية بونت وينتص وينتظر بعد ما ينتصر اقدام الاخرين اه يعني ينتصر الاول على مولدينة مولدينة جسائر ينتصر ثم ينتظر ينتظر المعونة بتاعت الترجي تمام هنجي نتكلم بقى الناحية التانية عندك الناحية التانية النني دخله الاسبوعي خمسة وخمسين الف استرلين يعني في الشهر ميتين وعشرين الف استرلين استرلين تمام ده النني والنني في التصنيف بتاع الارسنال هو من الاخ من اخر الناس اللي بتاخد المبالغ يعني عندك اول حاجة اه رقم واحد مثلا بياخد مية وتمانية اه الف لا صلاح اكثر من كده مش هالله انا بتكلم على الارسنال اه الارسنال انا اعسف انا اعسف انا اعسف انا اعسف انا اعرف القياس انا انا لبسة معا كده اه 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 كده وانني مع المعدل ده انني في العقد بتاعه هياخد ستين الف استرليني في الاسبوع تمام حلو ده انني اللي انني راح اعارة من بازل للارسنال بسبع مليون النهاردة قيمته التسويقية تتعدى السبع وعشرين مليون تمام مرورا بس اللي هو اتباع من بازل ل اه بالارسنال لا باثنشر ونص مليون يعني بازل سبع عارة وبعليك شرائي اترفة اتنشر ونص هنجي نتكلم على محمد صلاح محمد صلاح هو رقم واحد في انجلترا مع هاريكين و سادوماني مية وتمانية مليون سترلين تمام هناخد ناخد من الاول اه من الاول بقت النقلة دي كلها يكفي اللي هو اتباع ليفربول باثنين وخمسين مليون مليون اه وصل لثمية وتمانية ولما يبقى رقم واحد في انجلترا والسادس على عالم في التصليف القيمة التسويقية ده النجاح ليه بيعمل ايه محمد صلاح وانني وهناخد المسأل التالت مصطفى محمد مصطفى محمد ميشي من هنا لا خلينا خدنا دول اه كناموزك في انجلترا هدفين بما فيهم اريكين وبيلعب طبعا وشام بيزليججاب وكذا وبالتالي حقق البطولات وكذا ولأول مرة من تلاتين سنة يفوز لفربول وهدف انجلترا على مدى تلات مواسم وحسن لعب مصطفى محمد مصطفى محمد كمت التسويقية هنا مصطفى محمد كانت كمت التسويقية قبل شهر واحد ترجمة نانسي قنقر